أنت تتحدث عن مرحلة سياسية جديدة على القوى السياسية العراقية وبالذات الشعير بعد فقدان سليماني؟ نعم 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 وبعد موقف المرجعية اللي أصبح واضح بالضد منهم الساحة معلنة على أقلها يعني ولا أقول كل شيء المرجعية منطبقة مع توجهات الشارع 100% ولكن بنفس الوقت صارت بعيدة عن القوى السياسية ها فقدوا اثنين كالتوجيه كان يصبح توجيه مع احترامي لكل من يتحدث يقول مرجعية صح ما تتدخل بالتفاصيل لكن بالشأن العام كان لديها كلمة وقون هذا أيضا يجرني إلى سؤال آخر من خلال قراءاتك ومن خلال حركة القوى السياسية الشيعية والأخرى مع الواقع الجديد هل تستطيع أن تتكيف مع الواقع الجديد؟ لا تستطيع أولا أولا هي خسرة الشارع بكل عنوانه يعني حتى اللي ما مظاهرين حتى اللي ما طالعين حتى العجايز في البيوت حتى الشيوخ في البيوت رافضين لهم هذه خسارة ليست سهلة وتحدثنا فيها أنا وأنت في بغداد قبل الثورة بسبعة أشهر والعنوان واضح قلت لك واحدة من أهم أسباب سقوط النظام هو فقدان القبول الشعبي أو الرفض الشعبي هذه واحدة حصلت الآن هذه واحدة اثنين هذا التقاطع الدولي والإقليمي في العراق هذا أيضا ليس في صالح ثلاثة مستنداتهم الفكرية على ما يعتبر والبنيوية وقيام الدولة العدل الإلهي وكذا أصبحت خرافة عند الناس وأيضا سقطت أي قدرتهم على إقناع حتى أنفسهم اليوم كل مواردهم كل مواردهم ماذا يريدهم يريدوا أن يكملوا هذا شوف الاختزال هذا اللي أنا الحقيقة أتألم من عنده يعني أنت شعب قدم لك هذا المستوى من البطولات والتضحيات 700 شهيد أكثر من 30 ألف جريح ومخطوفين ومغيبين تجي أنت تختزل المشهد والله خنشكل حكومة وهاي الحكومة فرسنتيين تمشي وبعدين عود الانتخابات تجي وهم نلعبها نفس اللعبة وهم هكذا دواليك هو هذا ترى هذا ترى هذا كل تفكيرهم وهذا تفكير بسيط سطحي لا ينزجموا على العراق وقدراته وشعبه طبعا هذا مؤلم يعني أنت هاي الأزمة الكونية في العراق جاي تقول والله دخلي بل كنت فحها يعني هم حتى من جابه وسيد محمد توفيق علاوي أنا قلت لك في حلقة هنانا الأخيرة قلت لك ما راح تكون هناك حكومة انتقالية لأن ليس هناك أي مورد دستوري أو سياسي يلزم بإقامة انتخابات في نهاية العام وحتى اللوجستيك ماكو ولا حتى فني أكو